النقطة السادسة ان امريكا تريد بهذه الاعمال ان تجعل عدوها كبش الفداء بحيث يكون عبرا للعالم كله باعتبار انها كما صنعت به يمكنها ان تصنع بغيره وبذلك تضرب حجرين في هدف واحد وليس بازاء ذلك الا قوة الارادة وقوة الايمان والصمود والاتحاد ضد هذا الظلم الغاشم ضد هذا النظام الغاشم الظالم فلو استطاع العالم ان يقول كلمته العادلة الحقيقية زال هذا النظام الظالم عن الوجود